وصفتنا النهاردة هي البطاطس المكمورة أحلى من المقلية وطبعا أصحي كتير من المقلية وأطعم من البطاطس المسلوقة أنا اسمي مونور ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة معانا 3 حبات من البطاطس متقشرين ومغسولين ومعانا كمان بصلة متوسطة هنقطع البطاطس لشرايح زي البطاطس المقلية بالزبط بس أدخن شوية وأنا ما بغسلش البطاطس بعد ما أقطعها عشان الفوائد اللي فيها من جوة ما تروحش بس لو عايزين تغسلوها اغسلوها عادي خالص بعد ما نقطع البطاطس هنقطع البصلة لمكعبات كبيرة شوية وممكن كمان تقطعوها شرايح كده احنا عطعنا البصلة وعطعنا البطاطس هنضيف بقى نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود وكمان هنضيف معلقة من خليط التوم والفلفل الحراء اللي بنستخدمه لتدبيل البتنجان المقلي وتدبيل الأسماك وكمان معلقة من هارسة الفلفل الأحمر لو موجودة عندكم في البيت أنا عملتها عندي في القناة هسيب الفيديو بتاعها في الوصف تحت الفيديو ده وممكن لو ما بتحبوش الحاجات الحراءة تحطوا فصين من التوم المهروسين وعليهم محباية فلفل رومي متقطع صغير وكمان هنضيف نص كباية مية ونقلب المكونات دي مع بعض كويس قبل ما نحطها على النار والإضافة الأخيرة هي معلقة كبيرة زبدة هنحطها على وش البطاطس بعد كده نغط الحلة ونحطها على نار تحت المتوسطة ونسيبها حوالي تلت ساعة تستوي وممكن تضيفوا ربع كباية مية فقط وتوطوا النار خالص وتسيبوها براحتها خالص تستوي طعمها لذيذ جدا وما بتاخدش أي وقت مننا تنفع كفاتور سريع أو كعشة وكمان كسحور لرمضان بعد ما تستوي نقدمها على طول شايفين شكلها حلو إزاي وشكل الفلفل الأحمر فيها حلو جدا إزاي أتمنى البطاطس المكمورة تعجبكم وتجربوها وبالهنى والشفة مقدما وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم